لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعوا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجرهم دون الحسين عليه السلام أفديح حسين حين خفموا الدعاء قبرا به يثبل النبوة أو دعاء وفا إلى توديعه وفغاده بمدى الفراق يكاد أن يتقطع وغدا يبث له سفير شجوني بشكالة والطرف يذري الأدمع يا جد حسبي ما أكابد من عنا في هذه الدنيا يقول مضجعا فأجابه صبرا بني فأجابه صبرا بني على الأذور حتى تلال بذاك المقام الأرض فعايا ولقد حباك الله أمرا لم يكون أيبس وشهادة ظهرهم ولك طيعا وصل ويل القبر جد وبقحسية يودعا والدمع يهمل من العائل هو فاي كبر الضري يا حوص صارتي يا جد مفارق قصب علي يا جدي وصل لحظك ضمن ويا يا تراني الظين شفت عقور عنا يقل يا حبيبي وعدك ثمان تروح وتنذبح بالغا ضرية ويل ويل تروح وتنذبح يا حسين يا العقش تبقى على الأرض مطروح عريا وظل جسمك لعند الخير ميدا ولا تبقى من غلوح عيام عزم الله وجوركم عندما عزم الحسين عليه السلام على الخروج من المدينة أقبلاني زيارتي قبل جد صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين ابن فاطم فرخك وابن فرخت وسبتك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا نبي الله إنهم خذلوني ولم يحفظوني وهذه شكوى إليك حتى أرقا وفي الليلة الثانية جاء إلى قبر جد وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ركعان ثم قال اللهم هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن ابنت نبيك وقد حضرني من الأمر ما قد علم اللهم إني أحب أحب المعروف وأنكر المنكر وانا أسألك يا ذا الجلال بحق القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا وبكى ثم وضع راسه على القار فغفى فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله في كتيبة من الملائكة عن يميني وعن شمال وبين يديه فضم الحسن إلى صدر وقبل بين عيني وقال حبيبي يا حسين كأني أراك عن قريبي مرملا بدمائك مذبوحا بأرضك ربلا بين عصابة من أمتي وأنا مع ذلك وأنت مع ذلك عشان لا تسقى المن وضمآن لا تروى وهم بذلك يرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة حبيبي يا حسين إن أباك وأمك وأخاك أدموا عليه وهم اشتاقون إليه فصار الحسين عليه السلام ينظر في منامنا إلى جده رسول الله صلى الله عليه وعليه ويبكي ويقول لن يا جهد لا حاجة لنفرجو إلى الدنيا فاخذني معك فأجابه رسول الله صلى الله عليه وعليه يا بني يا حسين لابد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى تذوق الشهد كأني بي بلسان الحق ثم لي عندك يا جداه في هذا الضريب علني يا جد مين بل ويزم آلي أستري طاق يا جدا من رحب الفضاء كل فسير فعسى أو دل أساء يندك بين الدكتين جيد صفو العائش من بعد قابلك دارشي وأشاء وأشاء بالهم رسي قبل إن ما نش مشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحي افتجا عيني يا حبيب يا حسن ستذوق المعرض ظلما ضاميا في كربلا وستبقى في ثراحا حاويا من جدلا وكأني وكأني بلئي من نصر شمران قد على صدرك الظاهر وبالسيب يحز الودج وإماما وسيدا وبعد أن ودع مولانا الحسين عليه السلام جده وأمه وأخاه الحسن عليه السلام رجعا إلى دار عازما على ترك المدينة ماضيا إلى حيث المذوى والمنتهى في كربلا يقول الراوي جاءت أم سلم وقالت له يا بني لا تحزني بخروجك إلى العراق فأني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقتن ولدي الحسين في العراق بأرض يقال لها كربلا فقال لها الحسين يا رمه والله إني أعلم ذال وإني مقتول لا محال وليس لي من هذا بط وإني والله لأعرف اليوم الذي أقتل فيه وأعرف من يقتل وإنه وأعرف البقعة التي أدفن في أيام وأعرف من يقتل من يقتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي وإن أردت يا أمه أن أريك حضرتي ومضجعي فعند ذلك بكت أمه سلمة وسلمت أمرها إلى الله فقال الحسين يا أمه قد شاء الله أن يراني مقتولا مذبوحا ظلما وعدوانا فقالت أمه سلمة يا أبا عبد الله عندي عني تربة دفعها إلي جدك رسول الله صلى الله عليه والله في قارورا ثم أنه أخذ تربة قارورا وأعطاها إياها وقال لها اجعليها مع قارورة جد رسول الله فإن فاضت آدم عبيقا فاعلمي أني قد قتل فأخذتها أمه سلمة ووضعتها مع قارورة رسول الله وسار الحسين إلى العراوة وأم موسى ما تمظروا في كل يوم إلى القارورتين فإذا هما على حالهما ولما كان يوم العاج من المحر نظرت أم موسى ما إلى القارورتين ففي ظاني دم عبي الله ثم هيئ الحسين عليه السلام المحامل وعزم على الرحيل فأخذوا بن هاشم يركبون النساء المحامل هذا علي للأكبر يركب أمه ليلة وهذا القاسم يركب أمه رملة ثم أعدوا محملا يختلفوا عن كل المحامل وإذا بقمر بن هاشم أب الفضل العباس لازم بيد اخت العقيل زين واخذ يركب أخته على المحمل آه كوم يزي نبع الزمن على الرحيل واستعدي للبكاء وحزن الطويل كوم يزين بنروح الكربل كوم يزين بيبت عقد الولا للبلاء كوم استعدي للبلاء بيشي للضع عرس نبن بيشي والله والله كوم كوم مصاب تقاسي يا أبد علي فاطمة وحق أمك والوصيحة من حبا تشوف تشوف يا زينب مصايز مؤلمة ويردفع منك يا زينب كالعويل والويل تشوف في زينب تشوف في مقطع والشهيد حسين يفجع مصرع باثنعش ضرب كريمة يقطع تشاهدي كل منا يزين بجد تمشي مسبي وغريبة بكل محال وانوالي عالهزين والله تركبي عالهزين كربلة خلت موعج كم تهيل واليتام مقيد وذلك العليم أويلي صوتت عباس والضلع حنال حجن يا عباس في هذه السنة ويه وما كإن والله هي آمنة وصاح يقدي والدماء من ناسين بعد للشهيد حسين في مكة صبحان غدت غير من أمن يزيل بغدان صفقة الراحة يتولي وعولت نروح أجل خلنا نروح يا حام الدخين نطلع بهي بياس نقف الضعان كربلة إلنا وطن ورض المحال بيها بنلاقي المصائب والشجن علي يجزينا بالحزن صاح يرثقين خلّم بي خلّم بي مع المسين مع التربية مختلفة تربية سيد الشهداء لبيك من أحري المنحو لبيك بصدري المكسوف بروح لبيك يا رب لبيك تركت الخلق ضرّا في الهوى الأظهر وَأَيْتَمْ وَأَيْتَمْ المختار وَأَيْتَمْ 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 يَبْشِرْكَةَ وَأَيْتَمْ وَأَيْتَمْ اشتركوا في القناة وقرابي نشكثور ليا وذبحوني علي الأكبر وجاسب ظنوة عيوني وعباس المطل واصحابي يفدوني قرباني من أغلى الجوم لكن يبحي من المعتوم بنحر لبك يا رب لك اعطشي وعطشة عيالي بالمخيم ورضيعي برجلة يفحص ما نبي ما نبي يعزمزم بسهم نحره انفجر ما وقاف من الدم عجب حتى رضيع الضام ما يسلم لا ذقني قطر من الماء ويم النهار طاح الواي ضامل ينبك يا راب لك احج في كربل وحاني الوحوش صفو غريب وبيح قربي من العطش ملهوم صريت كعبا رماحا شرعا وسيوم تسعى الأعواجي على الجسد والضور تميت الحج المبروم كل شيء بساع من عايشه براسي لبي يا راب لك وبعد حج الدماء في ساعتي النفره تفر نسواني من الخيام من ذعره وانا مذبور اذكر فاطمة الزهره العبي ويا الخيام بالنار مستعره هادي النار وذيج النار في عاشر وبيوم الدماء بأهله لبي يا راب لبي اههه Gather there ودع الكعمح سين Да ولمدمع سين فداعة الله يصيييييم والوناف يجييميه وداعة الله يقول أنеть من الكل خائر مطروق يا كعب ودموق العنذار غصبا علي حجتي هل عام عائر يشكي همومه والألم فضر دليل يا كعبة الله لبت أسهل شكيتي لجدار من بيت لقد فاطمة صرتي لهدى موقف رهيب لا جرى مثله ولا صاح من شك جدار البيت رب الجليل واويله شك الجدار الهي وقيال الهي تعالي بضيافتي يابت أسهل بشري وثلا وظلت ثلاث تيام بالكعبة والي ونقري دوم أظهل بالبيت ليلة وويلة بعد فضاعة الله يابت أسهل يابت أسهل بكربلة من جدي موعود والحج يصدر بكربلة ما حج مثيل أشواط عندي كربلة سبعين وكهار تارى على العرية أسعى وتارى للاكبر وإلى المشرع نوبة على العباس لسها ونوبة على الأنصار والقصة طويل يا كعبة تارى بكربلة بيحون دمي وتحت الحوافر يمضحي يا حف عظمي والشمير يفرق رقبتي ووصال لحرين ورازي على العسان يا كعبة يشيل وتالي العدب بالنار تهجم على الصواوين وبلاي رحمة تسلب طفال ونسا تطلع خوات الصيح يا عزن طح طوي حرق وخي من قوم نحق على العطيل ودغار عدواني علي عيالي وعلي وبقى ثلاث تيارا عاريح الوطي وتطلع خواتي والحرام كلها سبيا والضعام للكوف يعاجلون برحيل قومي يزينب نروح الكربل قومي يزينب نروح الكربل قومي يزينب نروح الكربل اقام عباس القوم اردم عهيسي اقام عباس القوم اردم عهيسي قومي يخدي عزمنا عرحي وارتفع من هياوين هل عوين وارتفع من هياوين هل عوين من هو ضعني يا أخوي عدلا من هو ضعني يا أخوي عدلا قومي يزينب نروح الكربل قومي يزينب قلحة بفاظل مدامنا عدل سيحلم الذين ظلموا قال رسول الله أي من غلب ينغلب والعاقبة المتقين والحمد لله رب العالمين رحم الله من يقرأ